تطرح نسخة نادرة من الدستور الأمريكي الصدر عام 1787 في مزادنا الشهر المقبل في نيويورك مع تقديرات بأن يراوح سعرها بين 20 مليون دولار و30 مليوناً على ما أعلنت دار سوفبيز وقد بعت دار المزادات نسخة أولى عن هذا الدستور العام الماضي في مقابل 43 مليون دولار وتشير الدار إلى أنه لم يتبقى سوى 13 نسخة معروفة من الطبع الأولى لدستور الولايات المتحدة فيما طبع على الأرجح منه حينها 500 نسخة هذا النص الدستوري ووقع في فلادلفيا في السابع عشر من أيلول سبتمبر عام 1787 على يد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة بينهم جورج واشنطن وبنجمين فرانكلين وستعرض هذه النسخة أمام العامة في نيويورك اعتباراً من الرابع من تشرين الثاني نوفمبر حتى موعد المزاد في الثالث عشر من كانون الأول ديسمبر ترجمة نانسي قنقر